فالقصة مش قصة أنا عايزين نرجع تاني الستة أمنية بس عشان هي ما تطهش منها لأن انت كنت تكلمي إنه فعلا لو هي كان جزهة مش راجل أوي كده أو غيرش مش شايفة إنه احنين زي ما هي بتقول أو كممكن يبقى هو ده اللي يحصلها بجد لأنه هو نحن منشوفون هو لو أقل فعلا مستوى اجتماعي كان هيعمل فيه كده لأن المستويات اللي اجتماعي شاب على شيء شاب عليه ولو هو شايف إنه ده اللي بيحصل في بيته ويبقى هو عايزه يحصل كده وهي بدام هي الدلها يعني الرجل يحب إنه يختار ستة زي وإحنا تكلمنا في الموضوع ده على فكرة في البرنامج قبل كده أنا وإنتي مع بعض على إيه المشاكل اللي بتحصل من الفروق الاجتماعي الرجل لازم يحتاج إنه ستة زي مامته دايما هيدور جوايا في مامته طبيعي زي ما البنت بتدور دايما على حد شبه بابا مش لازم يعني مش عطو مش لأ ما هي احنا بنقول كل قاعدة شوائز بس 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 ليه يا سلي هي الموضوع بالعقل أصله أنت لما تتحط أنت بقيت زوجة تتحطيتي في موقف أول مرة في حياتك تمري فيه لأنا لقيت لي ما تصرف زي أمي بالظبط لأن ده النه هاو نفس الطريقة بنفس غسلة الإيد بنفس الحاجات اللي بتشرف في التلاجة ده النه هاو نفس الطريقة النه هاو ده الرفرنس بتاعك ده المرجع بتاعك عشان كده غصب عنك هتعملي زي ما ماما بتعمل حتى لو كنك بينك وبين ماما كده وغصب عنك هتعمل زي ما بابا بيعمل حتى لو أنت وبابا كده هاو اه في حاجات صغيرة زي مش دي حاجة تحنن مش دي حاجة تحنن أم أمنية عليها يعني لو رحت قلت لك كده لا يا أم أمنية مش بس حنين ده أنت تحنيني يقول لازم تستعملي عقلك أنا عايزة لو شدت بقى يعني لازم تكونترو زي ما قلت قبل كده يا ست الستات قال بنت ما سمعتش الكلام البنت ما قامتش باللي أنت طلبة منها وعندت معاكي عندت هي كل القصة لو أنت قعدت مع نفسك هتعرفي أن اللي مكبر فيك القصة دي كلها عندك إن هي ما سمعتش الكلام لكن لو أنت بتتكلم بتفكري بعقل وبتفكري بحكمة وبتفكري كسيدة راصينة بتعرفي أن الراجل اللي أنت كنت معناها عنه ده هو اللي صينها وما هنهاش وفتح لها البيت وبيدلحها يبقى ساعاتها أنتو اشتريته راجل فأنت اشتريتي راجل وهو أثبت لك سنتين شاي للبنت عمرها ما تقزت عمرها ما اشتكت فاللي أنت فيه مش 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 حاجة ليك يسند ليها لأن هو أثبت بسع عكس اللي أنت كنت خايفة منه أنت قلت أنه هو أقل منك تماعين وأقل منك دراسين بس تصالحي وليميها بقى تصالحي وليميها وفي الأخير أنت اللي محتاجها ويتحاول كتير أنت اللي محتاجها بنتك وعني أهلينا اللي محتاجين ولا إحنا اللي محتاجينهم أكتر إحنا محتاجين بعض يا سالي بس هي كل الحاجة بتختلف وإحنا صغيرين إحنا محتاجينهم لما المفروض الوضع الصح إن لما نكبر يبقى هم اللي يحتاجون مع كما تدين تدين طبعا صح ولا إيه؟ فعلاً والحياة بترجع تاني بلايه زي ما أكلتني أنا بأكلها وزي ما هتمت بيه ودتني الدواف موعيد بقيتنا اللي هتمت بالدواف الموعيد وبقيت أجري وراها وبقيت أتحال عليها الابن الصالح الابن الصالح يعني إيه؟ يعني بيقول حضر ونعم وبس لا الابن الصالح اللي بيقوم بواجباته زي ما تصانوا هو صغير يصنهم زي ما صنوا؟ ولا إيه؟ ولا إيه؟